بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ربي يعطيكم العافية جميعا طلابنا حبايبنا اليوم ان شاء الله وعلى بركة الله رح نبلش معكم بالحصة الرابعة من مادتنا بعد ما خلصنا معكم احنا اول ثلاث حصص اللي هي الحصص التأسيسية لمادة الوراثة وقدرنا من خلال هاي الحصص شباب التأسيسية قدرنا نميز بين الطراز الشكلي والطراز الجيني قدرنا نميز بين الصفة السائدة وايضا الصفة المتنحية وقدرنا نميز ايضا من دل كيف عملت تجربته على نبات الجيل الاول وايضا على الجيل الثاني وقلنا لكم ولحظات مهمة شرحناها بالمادة من التأسيسية اليوم ان شاء الله رح نيجي لنص حرفي لدوسيتنا لأول درس فيما يخص من شباب فيما يخص الوراثة رح نشوف يا أستاذي بهذا الدرس خلينا نشوف الشغلات اللي أنا لخصت لك إياها بالحصص السابقة رح تكون مكتوبه هون كنص حرفي بعدين ان شاء الله رح نكمل معكم بمواضيع الدرس الاول فيما يخص اللي هو خلينا نقول درس اللي هي وراثة مندل او اللي هي الوراثة خلينا نقول الصفات المندلية طيب بداية شباب أنا أعطيتكم الحصص السابقة وقلنا لكم يا اخوان انه دائما اللي هو مين درس علم الوراثة شباب قلنا لكم العالم مندل هذا العالم درس علم الوراثة بجميع تفاصيله على نبات مين البازيلا وقلنا لكم قصته انه يا عمي راح الغابة وهاي الغابة لاحظ انه فيه نبات طويل الساق ونبات قصير الساق أجل سأل نفسه قل لك ليش هذا النبات بازيلا وهذا بازيلا ليش ما هنا الاثنين اطلال وليش ما هنا الاثنين اقصار فمن هون بلش ايه شباب بلش تجربته على نبات مين على نبات البازيلا خلينا نيجي لدوسيتنا شباب كنصحر في يلا بداية شباب نيجي للوراثة الصفات المندلية هذا هو العالم مندل شباب شايفينه طيب سألنا نيجي بشكل سريع درس العالم مندل تورث الصفات عديدة في نبات البازيلا يعني انا قلت لك يا أستاذي الحصة السابقة قلت لك انه العالم مندل هذا الزلم المحترم درس لنبات البازيلا اكثر من سبع صفات شباب يعني اكتشف في نبات البازيلا اكثر من قديش من سبع صفات وهاس رح ندرسهن ونحن مطالبين نحفظهم طيب وتوصل فيه تجاربه قلنا لك تجاربه يا أستاذي انه سوا اللي هو الجيل الاول على نبات البازلاء قاعد فترة وهو يزاوج نبات طويل الصاق نقي مع نبات قصير يطلع مع هذا النبات طويل فقاعد فترة يزاوج هذه النباتات فيوم من الأيام قال لك طيب ليش ما أنا أعمل تلقيح ذاتي للأفراد النتجة من الجيل الأول وسوي تلقيح ذاتي وشوف شو بدي يطلع فتوصل أنه أو طلع معا النبات اللي هو خلينا نقول المجمع عاد في مين في أفراد من الجيل الثاني طيب بقولي وتوصل في تجاربه إلى نتائج تعد أساسا لدراسة تورث الصفات في الكائنات مين الحية وقلنا لكم احنا منعتبر هذا الزلمة اللي هو مندل أبو الوراثة هو أول من اكتشف الوراثة وحط أساسيات الوراثة وكل العلماء هسا رح نيجي للدرس الثاني الدرس الثاني بيسموها الوراثة بعد مندل هسا الوراثة بعد مندل ايش بقصد فيه بهذا الدرس انه يا عمي في علماء العالم مندل مات يا أستاذي وأجو علماء بعده هدول ما اخترعوا طريقة جديدة لدراسة الصفات الوراثة لا اتبعوا خطوات من شباب خطوات مندل في الحل له جيل أول وجيل ثاني لكن الصفات اللي طلعت معهم جديدة ولكن أساس علم الوراثة أو مين أبو الوراثة موجود عندنا له العالم مين مندل طيب تعالوا نيجي بشكل سريع لصفات من سميها مبدأ السيادة وقانون التوزين انا بحصص الصابق قلنا لك شو المقصود بمبدأ السيادة فهمتك قلت لك كلمتين أنه دائما الأليل الساد بيطغى على الأليل المتنحي عند تقابلها وسميناه اللي هو مبدأ السيادة اللي هو قانون عزال الصفات فهمتك يا أنه أنا بفصل الجاميتات وبحط بين فاصلة متى بكون الجاميتات أو متى بفصل الجاميتات عند اللي هي ايش في المرحلة الانقسام المنصف أنه أنا بسوي انفصال أو بفصل الليلات عن بعض البعض في ايش في عملية الانقسام المنصف عنده تكوين من شباب الجاميتات طيب نيجي إلى الصفات اللي درسها من دي اللي بقول لي هون أنه العالم من دي الشباب درس هاي الصفات عديدة لنبات البازل لا أوكي 100% وتتبع ايش شباب ظهور الجيل الأول وقلنا لكم اللي هو في الحصص التأسيسية كيف هو الجيل الأول والجيل الثاني ولأن عدد الأفراد الجيل الأول كان ايش شباب كبيرا فقد تقاربت نسب ظهور الصفات الوراثية الناتعة من عمليات التلقيح في نسب المتوقع للظهور طيب تعالوا تطلعوا معي لهذه الصفات هاي الصفات شباب الله يرضى عليكم بدنا نحفظها بدنا نحفظها ليش؟ لأنه في الوزارة أستاذي بيعتقد أنك أنت قادر تتميز في نبات البازلة مين الصفة السائدة والصفة المتنحية فإنت بدك تحفظهم زي اسمك كيف أستاذ تعطى الله تيجي بتقول لي أنا عندي الصفات السائدة وعندي الصفات المتنحية أنت مطالب أنا قديش عندي صفة شباب ركز عندي أنا سبع صفات هاي الصفة الأولى الصفة الثانية الصفة الثالثة الرابعة كذلك الأمر الصفة الخامسة شباب السادسة والسابعة يعني أنا بدي أفهم أنه هذا العالم أو العالم من دل اكتشف سبع صفات لمين لنبات البازلة هسا أنت إيش مطالب؟ مطالب أستاذ تحفظ كل صفة مين الصفة السائدة ومين الصفة اللي هو يا أستاذي المتنحية ركز معي هسا لما نيجي شباب لصفة طول الصاق لمين لصفة طول الصاق صفة طول الصاق شباب أنا عندي دائما الصفة السائدة اللي هو الطويل والصفة المتنحية قصير يعني لو قل لك في الامتحان أجري يتزاوج بين نبات طويل مع نبات قصير وافرض السؤال ما قل لك مين الصفة السائدة أنت مطالب تحفظها من مين؟ من هذا الجدول أنه دائما الطويل وين ما ورد صفة سائدة ودائما القصير صفة إيش متنحية يعني هاي ثبتها بعقلك أستاذ طيب الروح على الصفة الثانية الصفة الثانية اللي هي موقع مين؟ موقع الزهرة دائما الصفة السائدة اللي هو المحورية والصفة المتنحية مين؟ اللي هو الطرفية بعيد نفس السؤال مثلا قل لك أجري يتزاوج بين نبات محوري مع نبات طرفي هسا الوزارة فاهمة أو عارفة أنه الطالب فاهم أنه دائما المحور يساعد ودائما الطرفي متنحي فإنت هذا الإشي بدك تكون إيش؟ حافظه أنه دائما الصفة السائدة نرمز لها بحرف إيش؟ اللي هو الله يرضى عليكم بحرف كبير الصفة السائدة والصغيرة بحرف صغيرة طيب منيجي للون مين شباب؟ لنون الأزهار هسا أنت مطالب لنون الزهرة مين الصفة السائدة؟ بدك تكون حافظ وين ما قل لك أرجواني؟ على طول يا أستاذي بتعرف أنه الأرجواني صفة سائدة وأنا فهمتك في المادة التأسيسية قلت لك أنه الصفة السائدة إلها شكلين يا بتيجي نقية يا بتيجي إيش؟ غير نقية طب كيف بدي أعرف من السؤال؟ تمام؟ طيب والصفة المتنحية أعطيتك قاعدة قلت لك دائما أي صفة متنحية شباب دائما شو بتكون الله يرضى عليكم بتكون نقية دائما ونرمز إلها بحرف سموت تمام شباب؟ طيب ممتاز الرؤية اللي بعده عندنا صفة لون القرون شباب هاي الصفة مين الصفة السائدة اللي فيها؟ دائما لون القرن الأخضر هو صفة سائدة على لون القرن مين شباب؟ لون القرن الأصفر وهدولة بدك يثبتهم زي اسمك يعني زي ما قلت لك ممكن يسألك سواء الأجري يتزاوج بين نبات بازلاء أخضر القرون مع نبات بازلاء أصفر القرون هسا مش تروح انت تسوي لي يا أستاذة تروح تحط لي الأصفر سائد والأخضر متنحي دير بالك انت بتمشي حسب المخطط وحسب الصفات هون انه يا عم الصفة السائدة أخضر والصفة المتنحية مين أصفر يعني الصفة السائدة بدي أرمز لها بحرف كبير والصفة المتنحية بدي أرمز لها بحرف مين صغير طيب أقول إن شكل القرن يختلف عن لون القرن إذا يتحفظ صفة الممتلعة هي صفة سائدة وصفة المجيدة早 loosون البذرة في الصفة السائدة صفرة والصفة المتنحية قمت بتكون خضرة بس احنا الموجود عندنا الان واللي بنشوفه شباب لما نجيب اي قرن بازلة نادر ما نلاقي الحبوب ايش صفراء اللي هي على الاغلب بتكون لونها ايش شباب كلون البذرة بتكون خضراء طيب واخر ايش بنيجي لشكل البذرة شباب يا بتكون ملساء كصفة سائدة او مجعدة كصفة متنحية فالله يرضى عليكم شباب هذا الجدول بدك تحفظه ويعني لو جاب لك اي صفة من هدول الصفات السبعة شباب انت بدك تكون حافظ من السائد ومن المتنحي تمام فهيني انا حطيت لك حفظ طيب فهون زي ما انا حاط لك الصفات الوراثية التي درسها من دل في نبات من البازلاء وهيني انا كاتب لك بدوسيتنا شباب حفظ ومهم طيب تعالوا الرعاة اللي بعد ويلا هسا هون ايش بقول لي بقول لي انه العالم من دل شباب انا شرحت لك تجربته يعني الان انت عملية مراجعة بتراجع معاي الحصص التأسسي اللي انا اعطيتك اياها تعالوا بس راجع معاي كونه احنا ما كاتبينه كنص حرفة الدوسية فلازم احنا نكون فاهمين كل كلمة موجودة بالدوسية يلا عملية من دل في احدى تجاربه ايه شباب على تلقيح نبات بازلاء احداهما املس البذور شباب والاخر مجعد البذور هسا انت اكيد فاهم الاملس صفة سائدة ولا متنحية اكيد بدك تكون فاهم انه حافظ انه الاملس سائدة واللي هو المجعد متنحي طيب بكمل ثم زرع البذور الناتجة زرعها استاذي فظهر معاي استاذي كل فرد من افراد الجيل الاول املس من املس البذور واختفت صفة البذور المجعدة تمام طيب كيف يا استاذي احسا رح نوضحها وقلنا لكم هذا العالم من دل جاب نبات مثلا املس تمام طبعا جيل اول احنا واحن قلنا لكم دائما أفراد الجيل الاول بتكون الصفات فيها نقية تمام سوالوا التزاوج مع نبات مين مجعد سوالوا التزاوج مع نبات مجعد مثلا انا بدأكون فرض من عندي ممكن ما يعطيك في السؤال رموز شباب فانت بدك تفرض على اساس انت حافظ بدك تقوله ان الاملس خلينا نرمزا مع بعض مثلا الاملس خلينا نرمز له مثلا acáernakabital والمجعد خلي يأتي نرمز له شباب المجعد خلينا نرمز له Partners لو أنت الصفة هي produto ستجكون ضمن مدى الصفات ولقد تجد الصفات نقيية فالصفات ر بمعنون Bar انت تكون المجهدati عن Y اشارة التزاوج مع من T حساسا حسب دائما افراد الجيل الاول انا فهمتك اي صفة نقية نقية شو بنزل بنزل واحدة صح ولا لا اشارة التزاوج وهاي الصفة نقية ولا مش نقية كمان نقية هاي الجميتات طلعت جميت من هون جميت من هون فلما جماعتم طلع عندي الابن وهو نبات مجعد ولا املس شباب مين بقول لي ممتاز هو عبارة عن نبات املس ايش بس ايش ما له نقي ولا غير نقي ممتاز هذا غير نقي تمام هذا اللي طلع مع النبات او مع العالم مندل تمام فبقول لي هون لما انزوجني يا استاذي طلع معا الاملس في افراد الجيل الاول وما طلع معا النبات مين النبات المجعد في الجيل الاول من خلال التجربة اللي انت شايفها طيب بعدين يا أستاذي بعد التلقيح بين أفراد الجيل الأول يعني جاب أفراد الجيل الأول هاي شباب وسوى لها تلقيح ايش تلقيح ذاتي وأنا مقلت لك وين ما قل لي كلمة ذاتي بعرف أنه دائما أنه هاي الصفة غير ايش شباب نقية تمام سوى لها تلقيح ذاتي يعني كيف يا أستاذي يعني الله يرضى عليكم سوى نبات هون هذا النبات يا أستاذي بدأ أكون فاهم أنه طلع معا إيش سوى له تلقيح ذاتي يعني R capital R small إشارة التزاوج مع مين R capital R small فطلع معا أربعة أبناء تمام فبيقول لي هون بين أفراد الجيل الأول فظهرت نباتات صفة البذور المجاعدة في أفراد الجيل مين شباب الثاني وبنسبة قديش قلنا لكم 25% هذا الكلام أنا أعطيتك إياه بالحصة السابقة شباب بالتفصيل وقلت لك كيف مندي رتب حله وإنت على أساسي أستاذ بدك ترتب طريقة حلك فيما يخص المسائل الوراثي طيب تعالوا تطلع على هاي الرسمية يلا مع بعض هاي رسمة الكتاب شباب هسا بقول لي هون بشكل سريع إنه أجا جاب نبات إيش ماله أملس البذور تمام سوى له تزاوج مع مين شباب مع نبات مجاعد البذور هدولة في أفراد الجيل مين شباب بأفراد الجيل الأول طيب تعالوا تطلع أنا عندي هاي عندي هذا الجيل زي منتوا شايفين R capital R capital وعندي يا أستاذي R small R small سوى بينهم تزاوج فصلنا لأليلات سأنا علمتك قاعدة يا أستاذي بدل ما تقعد ساعة تكرر نفس الصفات سأنا علمتك قاعدة وحفظها في كابل الوراثة أي صفة نقية بأخذ أليل واحد طيب أنا هاي الصفة نقية ولا مش نقية والله نقية وهاي الصفة نقية مش نقية والله نقية هسا هون في الكتاب مطلع لك على أساس أنه الصفتين طلع عن الليلات ما أخذ وحده تمام وطلع معاه جميع الأبناء إيش يا أستاذي R capital R small طب أنا ليش أقعد ساعتين في الصفات النقية أفصلها وأحسبها لا أنت كل ما أخذت وحده لأي صفة نقية ريحت حالك بالحل يا أستاذي فدائما خذها مني يا أستاذي أي صفة نقية R capital R capital B capital B capital أي صفة نقية دائما خذ الليل واحد من هاي الصفة فهون أنا بنزل الليل واحد فقنا من طريقة الكتاب تمام بنزل الليل واحد اللي هو R capital وبنزل الليل واحد R small فطلع أنا عندي الإبن زي منتوا شايفين هذا إيش هو الإبن اللي طلع أنا طلع عندي نبات إيش ماله أملس هايه زي منتوا شايفين شو ماله هذا غير إيش نقي غير إيش حبايبي غير نقي يعني مباشر ما فيه أي مشاكل واضح يعني دائما أفراد الجيل الأول حسب تجربة مندل بتكون نقية تمام طيب العالم مندل ما طلع معا نبات مجعد في أفراد الجيل الأول طلع معا نبات أملس غير نقي بنسبة قدي الشباب هايه طلع معا بنسبة 100% أملس غير نقي فيه غير هالإبن اللي طلع معا في الجيل الأول لا هايه هذا الطراز الجيني لأفراد الجيل الأول طيب بعدين العالم مندل شو قلنا لكم سوى هذا سوى له تلقيح ذاتي اللي هو R capital R small شو عبن له يا أخوان قلنا لكم تلقيح ذاتي وأنا فهمتك دائما وين كلم مما قال لك كلمة تلقيح ذاتي أو ذاتي أعرف إنه غير نقي غير نقي فجاب هذا العالم اللي هو هذا النبات سوى له تلقيح ذاتي طبعا إنت بتيجي بتسألني أستاذ طيب من وين جاب نبات ثاني زيه أستاذ مندل مندل هذا الزلمة سوى تجربته ألف مرة يعني بيجيب بزيلة طويلة بزيلة قصيرة يزاوجهم يزراحهم يستنى لما يطلعوا بيطلع عنده نبات طويل بعدين بيجيب نبات طويل قاعد يا أستاذ يمكن 15 سنة هالزلمة وهو شغال بتزاوج الجيل الأول بس جيل أول فطلع معاه صفة سائدة بنسبة 778 نبات هايك صفة سائدة غير نقية بعدين حكم أخو وقال لك طب ليش 778 نبات ما يجيب اثنين نفس الطراز وأزاوجه وما يشوف شو بدي يطلع يعني طول العالم مندل وهو يزاوج ليش لأنه نبات البازيل لما نزاوجه وتروح تزرعه وتستنى يلا السلامة يمكن أسبوعين أو ثلاث أسابيع لما نطلع نباته عشان تكتشف إنه طويل أو قصير فقصته حزين العالم مندل شباب فهون على طول بعدين درت له وقال لك طب ليش ما أجيب نباتين من السبعمية وثمانية وسبعين نبات وسوي بينهم تلقيح ذاتي وسوي بينهم إيش تلقيح ذاتي اللي هو أركبت الأرسمون مع مين مع أركبت الأرسمون وشوف شو بدي يطلع معاي تمام هاي هيك تجربة العالم مندل طيب العالم مندل لما نزاوجهم هون انت ملاحظ في صفات نقية لا في صفة نقية هاي وأنا فهمتك إذا كانت الصفات نقية بتأخذ الليل واحد طب أنا الصفات هون غير نقية بيصير أخذ واحد لا دير بالك بدي أفصلهم طبعا الآن بدي أفصل مين الجاميتات هاي فاصلة وهاي فاصلة يعني هون بديك تفصل تقول لي أركبت الأرسمون وهون أركبت الأرسمون فاصلة إيش يا أستاذي أرسمون تمام طيب الآن إيش بدي أفهم هانا الصفات مش نقية قلنا لكم بتروح بتمزك الصفة الأولى الرابط بتضربها مع الأول مع مين مع الثاني تمام هاي الأول مع الثاني تمام لما أجي أضرب رح يطلع عندي الابن تمام هاي الابن الاول لما اضرب رح يطلع عندي الابن الثاني وفهمتكم اياها قبل ولما اضرب مع رح تطلع دايما الصفة السايدة بتطغى المتنحية ولما اضرب رح يطلع معايا الصفة مين المجاعدة هذا زي ما قلنا لكم العالم من دي الكيف متى طلع معا الصفة المجاعدة طلعت معا في افراد الجيل مين يا اخوان الثاني وطلع نبات معا ايش مجاعد طيب هذا النبات كنسبة قلنا لكم فرق اذا طلب السؤال كنسبة بعطيها بالمية طيب اذا قال لي بدي احتمال بعطيها كسر اذا قال لي بدي نسبة عددية بقول له ثلاث لواحد بدون الاربع تعالوا اطلعوا هسا كنسبة انا عندي هدولة الثلاث خمس وسبعين بالمية املس 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 وعندي المجاعد ايش المجاعد خمس وعشرين ايش بالمية شباب بس انت بدك تركز عن نقطة هسا لو حددني في الامتحان قل لي بدي املس غير نقي قديش ابن املس غير نقي غير نقي ديربارة خليك فاهم باجه بقوله اذا طلبني غير نقي بقول له خمسين بالمية طيب اذا طلبني املس نقي اوكي قديش بقوله خمس وعشرين بالمية طيب هون على اي اساس طلع نسبة خمس وسبعين قال لك يا عمي املس ما حدد لانه نقي او غير نقي والله النباتات الملساء يا عمي طلع معي هاي هم ثلاثة خمسة وسبعين بالمية خمسين زاد خمسة وعشرين خمسة وسبعين بالمية تمام فهو على هذا الاساس بس انت كون صاحب الامتحان اذا طلب منك الاملس في افراد الجيل الثاني بدك تشوف السؤال طالب منك نقي او غير نقي دير بالك من هاي القصة وعندي النبات المجاعد زي ما انتم شايفين خمسة وعشرين ايش بالمية تمام طيب كنسبة عددية هاي النسبة قلنا لكم ايش عددية قلنا لكم طنع معاي واحد اثنين ثلاثة املس واحد ايش مجاعد اما اذا قل لي الاحتمال الاحتمال بدك تكون صاحب الالف بتقول لي الاملس واحد من قديش مجموع الابناء على اربعة ممتاد وقديش عندي نبات املس عد هاي واحد اثنين ثلاثة عقديش ثلاث عمين على اربعة هذا كاحتمال تمام شباب واضح العالم من دل كيف سوى تجربته هذا الاشي انا شرحت لك يا الحصة السابقة طيب تعالنا اتجع لهون هسه هون بسألني سؤال بيقول لي هون احسب النسبة الماوية بدو ايه شباب بدو النسبة الماوية يعني بالمية تمام دير بالك وانا نبهتك عليها اذا كان طالب منك السؤال نسبة بعطيه نسبة بالمية اذا طالب مني احتمال بعطيه كسب دير بالك تعطيه اذا طلب منك احتمال نسبة غلط او اذا طلب منك نسبة اعطيك احتمال غلط دير بالك طيب بقول لي هون احسب او النسبة الماوية لظهور صفة البذور المجعدة بين افراد الجيل الاول ها وافراد الجيل الثاني شو رايكو يا اخوان انا طلع معاي نبات مجعدة في افراد الجيل الاول لا بقول له يا عم الجيل الاول الافون اوكي شباب الافون ما طلع معاي مجعدة اللي هو نسبة الافراد تمام في الجيل الاول كان عندي صفر المجعدة الصفر مين المجعدة بينما بافراد الجيل الثاني الافتو كان نسبة اللي هو هايها المجعدة يا استاذي قديش كان نسبة اللي هي خمسة وعشرين بالمية تمام يعني هذا السؤال حاط لي يا بقول لي أعطيني نسبة الصفات المجعدة ما بده الملسى في الجيل الأول في الجيل الثاني أنا والله يا أستاذ أنس في الجيل الأول ما طلع معي مجعد قال له هيو هذا أملس لكن في الجيل الثاني ظهرت الصفة المتناحية طيب يلا الروعة لبعده شباب نيجي بشكل سريع لا استنتاجات من دل إيش استنتج تمام من دل يا أستاذي إيش استنتج قال لك وجود عوامل تتحكم في تورث الصفات أطلق عليها فيما بعد اسمين الجينات أستاذي أنا فهمتك في الأساس قلت لك أي جين أنا يحتوي على أليلين وهدول الأليلين أليل من الأب وأليل من له طيب تعالوا بطلعوا على المثال هذا بقول لي هون لجين صفة الأزهار في نبات البازلة أليلين إلي هم شكلين إحداهما ساعد ويرمز له بحرف كبير وقلنا لك والصفة واللون الأرجواني مثلا والآخر متنحي ويمثل صفة لون الأزهار الأرجواني هو صفة إيش ساعدة والآخر المتنحي له الأبيض ويرمز له بحرف صغير ويمثل اللون مين اللون الأبيض يعني مثلا أنت بدك تكون فاهم أنه لما يقول لي أرجواني طبعا في الجيل الأول قال لي مثلا نقي أنت بدك تستنتج أنه دائما لرجواني صفة ساعدة مثلا أنه رمز له مش دائما أي حرف ومثلا قال لي أنا عندي الأبيض كصفة لون الأزهار أنت فاهم أنه الأبيض صفة متنحية ودائما راح تكون تمام شباب طيب ممتاز تعالوا الرؤى لباده بقول لي هون لكل جين شكلين يسمى كل منهما إيش أليل تمام كل جين إيش هاي القاعدة أنا أعطيتك إياها الحصة الماضية قلت لك إنه الجين فيه أليلين أليل من الأب وأليل من الأم وقلت لك إنه الأليل هو عبارة عن مجموعة من النايكلوتيدات بتخذها من أبوك بشكل أليل ومجموعة من النايكلوتيدات تعطيني أليل بتأخذه من من الأب طيب المعلومة الثانية يا شباب هيني أنا ما أعطيك عرف مبدأ السيادة يلا مبدأ السيادة يا إخوان إيش هو؟ بتقول لي ها إذا اجتمع الأليلين اللي هو السائد والأليل المتنحي فإن تأثير الأليل السائد يظهر خلافا لتأثير الأليل من المتنحي فإنه لا يظهر ما يعرف بمبدأ السيادة يعني أنا قلت لك كلمتين لما يقول لي مبدأ سيادة بتقول لي الأليل السائد يطع المتنحي عنده تقاطئ طيب تعالوا اطلع الإشي اللي أعطيتكم إياه في الأساسيات أيضا الصفات الوراثية زي ما قلنا لك شكلين صفة سائدة. يا بتكون صفة متنحية. قلت لك الصفة السائدة يا بتكون متماثلة يعني نقية او بتكون غير متماثلة اللي هي غير نقية. تمام? يعني انت حسب السؤال بتمشي دير بالك تروح تهبدها من عندك. تروح قالت تحط لي مثلا الصفة السائدة نقية من عندك او غير نقية من عندك. لا انت بتمشي حسب مين? حسب نص السؤال شو بيعطيك انه نقية او غير نقية. بينما دائما الصفة المتنحية قلت لك بتكون متماثلة ونقية. تمام? طيب ممتاز. تعال اطلعوا لي بالله على هذا زوج من الكروموسومات المتماثلة. هسا مش انا فاهم معلومة شباب او بد اكون فاهم انه دائما الكروموسوماتي بتكون مرتبة بداخلها الجينات. مرتبة بداخلها مين? الجينات. وكل جين في مجموعة من النايكروتيدات اللي بتكونه. طيب كيف يا استاذي? طيب طالله انت بتاخذ مثلا كروموسوم من الاب. وبتاخذ كروموسوم من الام. تمام? لانه انت فعليا عندك ستة واربعين كروموسوم بتاخذ نص الكروموسومات من ابوك تلاتة وعشرين كروموسوم. تلاتة وعشرين كروموسوم. مع بعض بكونوا عندي تلاتة وعشرين زوج. هسا هذا الكروموسوم اللي انت بتاخذه من ابوك. ولي بتاخذه من امك. بكون شايل مجموعة جينات جواته. تطلع عليك. مثلا انت اخذت من الام كروموسوم واخدت من ابوك كروموسوم حس انت فعليا قديش عندك كروموسوم قلنا لك 46 كروموسوم هاي معلومة اخدتوها بدورة الخلية وقلنا لك عنها قلنا لك احنا عندنا 46 كروموسوم هالدول قديش يمثل زوج يمثل 23 زوج 23 مين زوج وقلنا لك كل اثنين بمثل زوج ايش متماثل بكون واحد جاي من الاب تمام والتاني جاي من مين من الاب طيب الان ايش بدك تفهم هذا الكروموسوم اللي اخدتو هاي كروموسومات متماثلة طيب هذا الكروموسوم شباب المتماثل اوكي انت بدك تكون فاهم انت ما اخذ مثلا مجموعة صفات من ابوك لنفس الصفة مثلا انا عندي مثلا هذا اللون الازرق في العيون فانت ابوك اعطاك ارسمول امك اعطتك ارسمول فصار عندك لون العيون مثلا ازرق طيب الان نروح علي بعده مثلا انت مثلا لون الشعر لون الشعر عند الوالد اسود ولون الشعر عند الام مثلا خلينا نقول اشقر فانت طلع لون الشعر عندك يا استاذي او عندك يا استاذي اسود ليش لانه ابوك اعطاك لنفس الصفة دي كابتل اللي ساعد طغى على الليلي المتنحي اللي اخدته من 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 امك يعني انت كل الصفات داخل جسمك يا استاذي بيشترك الليلي من الاب والليلي من الام عشان هيك كثير مننا بتلاقيه بيشبه الاب والام بنفس الوقت يعني عنده صفات من ام وصفات من ابو يعني ميكس يا استاذي طيب الروح علي بعده مثلا الصفة الطول مثلا الاب عندنا طويل والام طويلة فانت طلعت ايش كسير مستحيل ابوك اعطاك مثلا اي كابتل صفة الطول والام اعطتك الاي كابتل صفة الطول فانت طلعت ايش او استاذي طويل طيب المعلومة الثانية خليني نيجي القدرة على ثني الليسان القدرة على ثني الليسان هي صفة ايش شباب هي صفة سائدة لمن يكون غير قادر على ثني الليسان صفة متنحية كثير ناس هاي اخدتوها في الصفوف قبل فما مثلا الأب غير قادر والأم غير قادر فأنت رح تطلع أكيد غير قادر على ثانية لسان ليش؟ لأنه أبوك أعطاك صفة متنحية صفة متنحية طيب نيجي إلى صفة ثانية مثلا شباب عندنا مثلا صفة يعني خلينا نقول لون البشرة مثلا مجموعة جينات هي تحمل على أكثر من كروموسوم كلون بشرة صفة متنحية أنا دائما مثلا كلون البشرة دائما بيكون لونه فاتح من المزل بحرف صغير واللون غامق من المزل بحرف كابيتل فالفكرة اللي دا وصل لك إياها أنه يا عمي أنت بدك تكون فاهم وستنتج أنه الأب بعطيك كروموسوم يحمل آلاف من الجينات آلاف من الجينات اللي هي منعتبرها أليلات والكروموسوم الثاني اللي بتأخذه من أبوك بيكون يحتوي على جينات اللي هي الأليلات بيجتمعوا فيك أنت و بتطلع صفاتها طيب تعالوا الروح على المعلوم الثاني يلا بقول لي هون لكن لا يعني أن الطراز الجيني لفرد متماثل الأليلات لصفة وراثية معينة يتحتم أن يكون متماثل الأليلات للصفات الوراثية الأخرى يعني أنا قلت لك مش شرط أنا يكون عندي الطراز الجيني للصفة متماثلة ممكن يطلع غير متماثلة طيب ممتاز صعب لهون حسب دوسيتنا شباب كل شي هذا أنا أعطيتك إياه قبل يلا الروح على لبعده بيقول لي هون شباب بشكل سريع يختلف الأليل الساد والأليل المتنحي للصفة الوراثية الواحدة في تسلسل مين النايك لوتيدات يعني أنا اختلاف الأليل الساد عن المتنحي في تسلسل النايك لوتيدات وأنا قلت لك الأليل يتكون من مجموعة نايك لوتيدات والأليل المقابل من مجموعة نايك لوتيدات طيب بايش بيختلفوا في تسلسل بعض النايك لوتيدات يعني مثلا أنت يا أستاذي تعالي اطلع لي على هذا المثال هذا المثال مهم هذا المثال شماله مهم بقول لي تسلسل النايك لوتيدات في الأليل السائد للصفة معينة اللي هو ألف وتسلسل الأليلات المتنحي في إيش في با قارن بين تسلسل النايك لوتيدات في الأليلين أستاذ أنا أخذت مثلا صفة الطول قلت لك أنا مثلا طلعت طويل بس غير نقي تي كابيتل تي سمول أخذت تي سمول من الأم مثلا واخذت تي كابيتل من 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 الأب تمام هس إنت بدأك كون مستنتج أن الأليل مجموعة نايك لوتيدات وأنا أعطيتك هي الحصة الماضية كيف يعني تعطى الله أنا عندي هاي تسلسل النايك لوتيدات لأليل تي كابيتل يعني تي اي تي سي مش تي كابيتل هاي التمثل لا أنا هذا الأليل هذا مين يا أخوان هذا أليل وأنا قلت لك أي أليل يتكون من إيش من مجموعة نايك لوتيدات يلا هذا الأليل هاي نايك لوتيدات وكسائد هذا إيش قلنا دائما اللي هو يعطيني الف ساعد. تمام? اوكي. وبقى ايش يمثل? ممتاز متنحي. طيب ممتاز. انا قلت لك وفهمتك قبل انه القليل يتكون من مجموعة نايكروتيدات. طب لنفس الصفة. طب ايش بيختلفوا في تسلسل النايكروتيدات في اختلاف. طيب الاختلاف بيكون كل تسلسل النايكروتيدات بيختلف عن القليل المتنحي? لا. هسا بيكون مختلف في بعض ايش? النايكروتيدات. طب طلا. شو بيختلف القليل الساعد عن المتنحي باختصار. استاذ? انا اندي تي ك gabitl. تي كابيتل. او كابيتل. او كابتل. او كابتل نفس الاشي. تي كابتل. او جي كابتل جي كابتل. او سي كابتل. سي كابتل. تي كابتل. او كابتل. تمام؟ لحدنا هون. في مشكلة? طيب ممتاز. تعالوا تطلعوا لي على الأليل الساد الأليل الساد عنده يا أستاذ أنس اللي هو CG تمام؟ بينما عند الأليل المتنحي شو إيجا؟ GC إذن صار اختلاف بين موقع مين؟ إنها يكروتيدات طبعا نكمل اللي بعدهم عنده TA TA ما تغير CG CG ما تغير GA GA ما تغير إذن اللي بدي وصل لك إياه يا أستاذي إنه شو الاختلاف بين الأليل الساد والمتنحي لنفس الصفة بيكون اختلاف بسيط بين قديش نايكروتيد بين اثنين يعني بيكون كامل التسلسل نفسه بين الأليل الساد والأليل المتنحي لكن بيكون اختلاف بين حرفين وهدول الحرفين بيكونوا نفس الإشي يعني بس بختلف ترتيبهم يعني مش تروح تقول لي CG تقول لي مثلا AT لا هذا غلط فالأليل ههركز الأليل الساد والمتنحي لنفس الصفة نفس التسلسل ونفس النايكروتيدات لكن بيكون الفرق بينهم أنه عندي أليلين مقلوبين أو ثلاث أليلات مقلوبات بس مش مختلفات فهمنا أستاذ طيب ممتاز نكمل الروح الآن يا أستاذي لهون بيقول لي إيش استنتج من دل استنتج العالم من دل في تجاربه قانون انعزال الصفات شباب انعزال الصفات أنا فهمتك كله كلمتين مش أنت طلعت طراث جيني تي كابتل تي سمول إشارة التزاوج تي كابتل تي سمول قلت لك يا أستاذ أنا أعطيني الجاميتات أنا فهمتك وين ما قل الجاميتات بقول له تي كابتل فاصة تي سمول إشارة التزاوج تي كابتل فاصة تي سمول أنا هيك شو طلعت شباب هدولا شو سميناهم جاميتات شو سميناهم جاميتات فإيضا قانون العزال الصفات كلمتين ينص على أن اللي لاي الصفة الواحدة ينفصلان أثناء تكوين مين يا أخوان الجاميتات في عملية انقسام نصف فأنا هاي أنا عندي الصفة متى بكون الجاميتات لما يتم بينهم انفصال بس إني أفصل اللي لين عن بعض هذا بسميه قانون العزال من الصفات طيب صعب يا أخوان هذا الاشي والله أعطيتكم إياه أنا بالتفصيل الحصة الماضية واللي راجع معا يمكنوا فيهم شو أنا شرحت الحصة الماضية بإذن الله الأمور رح تكون تمام هسا رح نتدرج بمين بالوراثة شوي شوي بإذن الله طيب نيجي يا أستاذي لموضوع سهل وبسيط هذا الموضوع بقولي الاحتمالات والوراثة الاحتمالات والوراثة إنه والله يا أستاذي مثلا اززوج مثلا رجل وفتاة تمام؟ هس هذا الرجل والفتاة يعني مثلا بيعرف إنه والله الولد رح يطلع ذكر أو رح يطلع أنثى؟ لا هس أنا أبدأ أحط احتمال إنه ممكن يطلع الرجل أو هذا الطفل ذكر وبدأ أحط احتمال ممكن يطلع تطلع هاي الأنثى إيش؟ أو تعطيها هاي الأنثى، فإحتمال الذكر وإحتمال الأنثى إنه يطلع معاي من تزاوج هذا الرجل والفتاة رح يكون دائما وقاعدة ثبتها بمخك، دائما احتمال الشاب أو الطفل الذكر نص، وإحتمال الأنثى قديش دائما نص، يعني ممكن يطلع ذكر وممكن يطلع أنثى تمام أنا هون رح أعتمد في درس الاحتمالات والوراثة مش رح أعقدك فيها يعني أغلبية المعلمين بعقده الطلاب فيها لا أنا مطالب بس أميز إذا ذكر السؤال بده ذكر وأنا مش عارف أحدد بده أضرب الاحتمال تبع هاي الصفة بقدش بنص باحتمال الذكر وإذا طلبني بدي أنثى لهاي الصفة بدي أطلع الاحتمال العام وأضربه في مين بنص فقط لا غير عشان أحدد إنه إذا بده ذكر أو بده أنثى تمام تمام طيب المثال الثاني حسب الكتاب معطيني إنه القطعة النقدية أنت يا أستاذي لما تجيب عشر قروش مثلا وتفرها داري إنه رح تطلع كتابه لا داري إنها رح تطلع اللي هي يا أستاذي صورة لا فأنا احتمال الصورة بيكون نص واحتمال الكتابة ممكن إيش نص ممكن تطلع صورة ممكن تطلع كتابة فعندي مجموعة من القواعد اللي هي قاعدة الحوادث المستقلة عنا قاعدة الضرب كلهم رح أشرح لك ياهم حسبهم أغطيك ياهم بمربعات بالكتاب تعطى الله بيقول لي هون تتمثل نتائج تجارب من قواعد الاحتمالات التي تطبق أو نطبق على القاء قطعة إيش نقود بدي أعرف إنها والله يا أستاذي نقش أو صورة طيب نجي للحوادث المستقلة هاي أول قاعدة الحوادث المستقلة أنت بدك تفهم إنه لا يتأثر احتمال حدوث الحدث باحتمال إيش حدوثه كيف يعني؟ يعني أنا والله يا أستاذي بدي أطلع كل ابن كاحتمال بشكل إيش بشكل مستقل يعني أنا مطالب أعرف إنه كل ابن ما لوج دخل باحتماله عن الابن مين التاني يعني الذكر احتماله نص انتهى والأنثى احتمالها مين؟ نص ما بتقول لي والله احتمال الذكر والأنثى مثلا اثنين على أربعة نص لا دير بالك فأنا كل واحد لحال تعالوا نيجي للمثال هون يلا بقول لي هون عند إلقاء قطعة نقد تمام؟ فإن احتمال ظهور الصورة هو قديش؟ ممتاز يعني أنت الآن فريت العشر قروش أوكي؟ هاي العشر قروش احتمال أنه يطلع صورة قديش يا أستاذي؟ نص هيك بدك تكون حافظ وأيضا احتمال أن تظهر كتابة إيش كمان؟ نص تمام؟ تمام طيب غير أن ظهور الصورة عند إلقاء قطعة النقد أول مرة لا يعني إيش بالضرورة ظهور الكتابة عند إلقاء القطعة النقد في المرة الثانية يعني والله إنت إذا فريت العشر القروش تمام؟ هس طلعت معاك أول مرة صورة تمام؟ احتمالها نص طيب لما تيجي تفرها مرة ثانية بتطلع معاك كمان مثلا كتابة يعني عكسها مستحيل فإنت هون بدك تكون فاهم أنه الحدث تبع خلينا نقول إلقاء قطعة النقد بيكون مستقل عن الحدث الثاني يعني مش شرط أول فرة تطلع صورة وثاني فرة تطلع معاي كتابة مش شرط ممكن أفر أول فرة تطلع صورة والفرة الثانية تطلع كمان إيش صورة هذا حسب المثال طيب فقد تتكرر أو يتكرر شباب ظهور مين؟ ظهور الصورة وذلك أن إلقاء قطعة النقد في كل مرة مستقلة عن إيش إلقاها في المرات اللاحقة تمام؟ يعني أنت فرتك للعشر القروش مش شرط أنه دائما تطلع صورة كتابة صورة كتابة ممكن أظن أفر فيها هاي ظلها تطلع إيش صورة فحدث هذا بسميه حدث مستقل طيب الروعة لبعده المثال الثاني كذلك الأمر بقول لي هون كما هو الحال عند الولادة يعني أنا عندي الآن زوجين اتزوجوا طلع عندهم طفلة تمام؟ لسه في بطن أمه هس دائما هاي القاعدة بدك تكون حفظها زي اسمك عشان أميز ذكر أو أنثى ركز معي عشان أميز أن هذا ذكر أو أنثى شباب دائما احتمال النص بدك تحفظه نص واحتمال أو احتمال الأنثى نص واحتمال الذكر نص تعالوا أفهمكم كيف شباب أنا زوجت بين طرازين مثلا تي كابتل تي سمول مع شباب مين ها تي كابتل خلينا نيجي تي كابتل تي سمول طيب هذولا زوجين الزوج بدعرف كديش ابن رح يطلع هلس رح يطلع أربع أبناء يعني مش يتفكر أنه من الزوج رح يعطوني أربع أبناء لا رح يزاوج رح يعطوني أربع احتمالات لابن واحد أستاذ هسا رح نأخذ بالتوزيع الحور ممكن يطلع عندي ثمن احتمالات لابن الواحد ممكن يطلع عندي 16 احتمال لمين لابن الواحد هسا مش شرط لما أعطيتك أنا في التأسيس يا أستاذ هاي النقطة بدأ وضحها إنه من الزوج أبوين دائما بطلع معهم أربع أبناء لا هن أربع احتمالات لمين لابن واحد تمام طيب فبتيجي بتقولي هون شو رح يطلع مش تعلمنا نفصل هاي الجاميتات او كي تي كابتل تي سمول فصلنا هسا بننطلع الأبناء بدنا نضرب هاي مع الأول مع الثاني هاي مع الأول مع الثاني يلا شو رح يطلعوا الأبناء تي كابتل تي كابتل فاصلة تي كابتل تي سمول فاصلة هاي مع هاي يلا خلصنا هاي مع هاي تي كابتل تي سمول و تي سمول تي سمول هسا انت بدك تفهم هدول مش أربع أبناء هدول أربع ايش احتمالات تكتبها عندك لمين لفرد واحد لفرد مين يا أستاذي لفرد واحد طيب الآن مثلا رمز للتي كابيتان خلينا نقول طويل تمام والتي سمور رمز له قصير طيب لو قلت لك يا أستاذي حسب السؤال ركز ها بدي أكتب لك السؤال قلت لك هون سؤال حسب القاعدة هاي قلت لك ما ايه شباب ما احتمال ها هون ما احتمال ظهور ها ركز ايش بدي أكتب لك انثى قصيرة وذكر طويل هسا بيجي طالب شطور مش داري عن الطابق هسا آن انا لو سألتك وكلكم شباب ركزوا معي الآن انت مميز انه هاي تي كابيتل هاي مميز انه ذكر ولا انثى طب كذاك تميز في اكس واي و اكس اكس احنا دائما اطراز الجيني للذاكر اكس واي والطراز الجيني للذاكر اكس اكس طب استاذ بالله عليكم انت مميز انه هاذا تي كابيتل تي كابيتل تي كابيتل ذكر أونثى طيب اميز انه تي كابتال تي سمول او انثى و انفك اميز ان هاicher او انثى ايواء ه skulle Rusia الان بدى اوصلها على اذا في الامتحان اذا طلب منك انثى او طلب منك ذكر وانت مش pater attisa thats的 who you're letting it go يساعد تمييز مين الذكور مين الذكور، انت عارف مين ذاكر و مين انثى لا, ايش بدك سوي بدك سوي الخطوة اللي صغيرة ايش يا أستاذرك يستعمل الله يرضى عليك. طيب تعركز. خليني أعطيك ايش تعمل. استاذ بتيجي بسرعة. هس انا بدي انثى قصيرة. قديش انا عندي احتمال القصير. هه قديش انا عندي احتمال القصير. عندي احتمال القصير واحد واحد على قديش شباب. طيب احتمال الانثى قصير. عندي قديش? انا بطلع احتمال العام بده انثى قصيرة هاي بتيجي بده اللي واحد على قديش واحد على اربع تمام طيب هسه انت ميز انه هاي ذكر ولا انثى القصيرة ممكن يطلع عندي اكثر من قصير فانا فكرتي فكرتي انه انا اذا بده انثى بروح بطلع الاحتمال العام ودائما احتمال الانثى ايش نص بتروح عالدعس بتضرب في مين في نص فرح يطلع احتمال الانثى واحد عمين عثمانية هاي الاجابة الصحيحة اذا اللي بدي اوصل لك اياه اذا ذكر بده في الاحتمال ذكر او انثى بروح بطلع الاحتمال عادي بشوف قديش عندي قصير فيش غير واحد على اربع بعدين شو بدك تسوي الخطوة لازم تروح تضرب بمين تروح تضرب بنص لانه طب ليش ضربت بنص لانه ممكن يكون تي سمول تي سمول للذكر وممكن يكون للانثى يعني هون انا مطلع واحد لكن في بعض الصفات ممكن يطلع عندي الصفتين متنحيات فهمنا شباب فانا عشان احدد انه ذكر او انثى لازم تضرب بنص طيب تعالوا الرؤى الذكر الذكر قال لي طويل طب استاذ انت بتروح بتطلع الاحتمال عادي ثلاثة عقديش على اربع هايهم ثلاثة على اربع طيب هسا عشان تميز انه ذكر او انثى قلنا لك بتروح بتضرب الاحتمال العام بمين بنص وتساوي ثلاثة عقديش اخوان ثلاثة عثماني هاي الايجابة الصحيحة اللي انت بدك تركز فيها صعب يعني هاي هي الاحتمالات انا بالنسبة لي يعني انت اذا طلب منك انثى ومش يقدر يتميز انو هذا الذكر او انثى بطلع الاحتمال العام وبضربه في مين في نص بس يخلف عليكم طيب نكمل واذا كانوا مولود الاول ذكرا فليس بالضرورة انو يطلع عندي المولود الثاني انثى يعني هذا بسميه الحدث المستقل يعني والله مش انو والله اذا طلع ذكر لازم يطلع الابن الثاني وانثة لا ممكن يطلع الاول ذكر والثاني ذكر والرابع ذكر والخامس ذكر تمام فانا عندي كل حدث مستقل يعني مش شرط انه لازم يكون ذكر وانثة لا ممكن يطلع ايناث كلهم مستقل لا احداثهم ممكن يطلع ايش ذكور كلهم تمام فبقول لي هون اذا ان احتمال ان يكون المولود الثاني ذكرا هو قديش نص واحتمال ان يكون الانثة ايش نص يعني دائما وين ذكرني في السؤال بده ذكره وامثى طب أنا الآن مش عارف أميز إنه تي كابل تاتلي سمول ذكره وامثى بتروح بتضرب الاحتمال بمين بنص عشان تميز ذكره وامثى طيب صعب الإحداث المستقلة شباب طيب الروح على المعلومة الثانية إيش بيقول لي هاي المعلومة بيقول لي تتراوح قيمة الاحتمال دائما ما بين واحد وصفر كيف يعني لما آجي أطبق على الجاميتات أطبق على مين على الجاميتات أستاذي هاي مثال هسا أنا أبدأ أقول لك على مثال هاي مثال هون أنا ممكن يكون الاحتمال صفر أو نص لو أعطيتك طراز جيني مثلا تي كابتل تي كابتل قديش احتمال ظهور هذا الاحتمال أو احتمال الجاميات؟ الجاميات رح يطلع احتماله إيش واحد هاي رح أخذ واحد منه تمام تمام طيب في احتمال إنه يطلع عندي اللي هو أليل متنحي إذن الاحتمال الأليل المتنحي إيش رح يكون صفر في احتمال إنه يطلع عندي تيسمول هون في احتمال تطلع في احتمال انه يطلع تي سمول مستحيل صفر وكذلك العمر فبقول لي هون اذا طلب جنس الذكر او الانثى مع الاحتمال نضرب الاحتمال المطلوب بنص حسب قاعدة مين الضرب وانا هاي هاي قلت لك اياهون انت مش قادر تميز انه تي سمول تي سمول ذكر ولا انثى بتطلع احتمالهم مثلا زي ما قلت لك طويل ثلاثة على اربع وبضربه في مين ونص فبحدد الذكر طيب تعالي نجي للمثال هذا سهل اللي اعطيتكم اياهون ايجاد الجاميتان فرد طراز الجيني تي سمول تي سمول فان احتمال ظهور الجاميت الذي يحوي هايو تي سمول قديش واحد طيب في احتمال انه يطلع عندي تي كابتل لما يكون تي سمول تي سمول شباب في احتمال قلوله هايوا قدامكم انا عندي طراز الجيني هايو تي سمول تي سمول في احتمال انه يطلع تي كابتل لا إذاً طراز جيني رح يعطيني صفر. واحتمال ظهور الجاميت الذي يحتوي تي كابتل سيكون صفر. ليش؟ لأن الطراز الجيني ايش تي سمول تي سمول. خلافاً ها هركز لجاميتات إذا عطاني مثال مثلاً أعطاني تي كابتل تي سمول بصير تقول لي هون فيش احتمال للطويل هاي تي كابتل تي سمول. إذا احتمال كل جاميت هون لأنه الصفر ايش غير نقية رح يكون احتمال تي كابتل نص واحتمال هذا ايش نص. مثال ذلك. لو قل لك في الانتحان لديك طراز جيني تي كابتال تي كمثل هذا كعدد يمثل مثلا ميتين قل لي اعطيني عدد الجاميتات انت فاهم الجاميتات بدك تفصل صح ولا لا طيب هاي جاميتين كل جاميت رح يكون قديه الشباب رح يكون هذا مية وهذا الجاميت رح يكون قديهش مية تمام يا استاذي كايش كعدد فانت افهم انه يعمل اما تكون صفة غير نقية بدي يكون نص بنص تمام حسب العدد نكمل اذ ان احتمال شباب ظهور الجاميت الذي يحتوي قليل تي كابتال هو نص واحتمال الجاميت الذي يحوي القليل المتنحي هو ايش نص افهمتوا شباب وانا طبقتها كعدد طيب الروع اللي بعده يلا نيجي الان للمعلومة اللي بعدها بعد ما خلصت شباب انا قاعدة الاحداث المستقلة ايش هي الحوادث المستقلة بتقول لي يا استاذ انه يا عمي مش شرط انه دايما يطلعوا ذكون ومش دايما يطلعوا ايش او مش دايما يطلع ذكر والابن الثاني انثى ذكر انثى لا ممكن يطلعوا اناث ممكن يطلعوا ايش ذكر يعني مش شرط يكون انه هذا الحدث لازم يكون عكسه طيب بقولي هون معلومة يساعد علم الاحتمال هذا العلم على ايش يا اخوان على التنبؤ باحتمال ظهور طراز جيني معين بين الافراد تمام طيب تعالوا هون لإيجاد احتمال انتاج فرد طراز الجيني تي سمول تي سمول احسب ناتج احتمال تي سمول من النبات الاول اكس واحتمال الناتج الليل تي سمول من النبات من الثاني هس اركز معاي بهذه الفكرة هس هالفكرة هاي ما اعطيني هون طلعني بقول لي عند تلقيح نباتي بازلاء كلهم منهما طويل الصاق ايش غير متماثل يعني انا طويل الصاق غير متماثل راح يكون تي كابيتل تي سمول اشارة التزاوج تي كابيتل تي سمول طب كيف عرفت لانه قال لي طويل وايش استاذي غير متماثل الليلات لمين للنباتين لانه قال لي نباتي بازلاء والطراز الجيني لكله هما هايوا تي كابيتل تي سمول فانه احتمال انتاج جميت يحتوي تي كابيتل قديش تعالوا اطلعوا يا اخوان انت لما انتيج تطلع الجميتات لهاي الصفة هاي تي كابيتل تي سمول قديش احتمال كل جميت راح يكون نص والجميت التاني نص اشارة التزاوج هون كذلك الامر عندي تي كابيتل تي سمول احتمال الجميت نص طب ليش حطيت نص والانه صفة غير نقية وهون نص تمام طيب بقول لي هون واحتمال الجميت اللي هو الذي يحوي تي سمول ايش اللي هو نص في كلا من النباتين فبقول لي هون لإيجاد احتمال الناتج من الفرد طراز الجيني اللي هو هاي تعال تطلب يعني انت قبل كنا نعطيكو طريقة يا بتستخدم طريقة الضرب او الطريقة هاي هسا انت لما انطلعت الابناء مش انت الان بدك تروح تطلع الابناء تعال تطلب هسا الان بدي اضربهم بدي اضرب هذا مع الاول مع الثاني وهذا مع الاول مع الثاني هسا في حل قدامك انك عشان تطلع الصفة المتنحية بتوخذ احتمال الجامية النص وبتضرب باحتمال الجامية النص يعني عشان اطلع تي سمول تي سمول بتوخذه كجامية يعني بدون ما تسوي ايش طريقة الضرب يعني على طول تطلع احتمال احتماله نص بتقول لي نص للجامية الاول ضرب نص للجامية الثاني قديش رح تطلع واحد على اربعة تمام طيب هسا الطريقة هاي طريقة الطريقة الثاني انك تروح تضرب اذا ان تظهر الابناء يhome ان هنو او ان شابك تظهر捻 ان تظهر طيب وتنسل او ان تظهره توبط ل اقاني ليس هذه الإجابة نفس هذه الإجابة لكن أنا علمتك الطريقة الأولى أن تضربه و تطلع الطراز الجيني بعدين تطلع الاحتمال أو الطريقة حسب الموجود عندنا الذي تضرب جميع جميع تعطين احتمال كل جميع نص نص وتضرب الإنصاص ببعض يعني لو بده تي كابتل تي كابتل قديش احتمال تي كابتل تي كابتل بقول له نص ضرب نص تعطيني واحد على الأربع هيا واحد على مين كنقي طيب لما بده احتمال تي كابتل تي كابتل تي سمول هيا نص ضرب نص رح تعطيني كمان قديش واحد على أربع وهي واحد على أربع تمام فهمنا شو الفكرة يعني بس أنا بفضل انك تستخدم الطريقة اللي أنا علمتك ياه مندي نروح زاوج هنا وطلع الأبناء بعدين طلع احتمال مش تقعد تحط لي نقال نص وهون نص وتروح تضربه ممكن تنعاجق في الامتحان فكري من الطريقة الاحتمالات بس هو طريقة بقول لك هاي طريقة عشان اطلع الاحتمال من الطراز الجيني للصفة المتنحية يا بتشتغل هيك تضربهن وبتطلع الاحتمال يا بتروح تطلع الأبناء وبتطلع الاحتمال الطريقة اللي بتناسبك تشتغلها تمام فهي يقول لي كيف طلعتها الاحتمال انا عندي احتمال الجميت هون قديش نص واحتمال الجميت الثاني نص ضربناهم طلع الاحتمال ايش واحد اربع وانا بطريقة قلتلك اطلع الأبناء بطلعها واحد اربع طيب الرؤالي بعده عنده ايجاد معطيني مثال عند إيجاد احتمال ناتج فرد طرازه الجيني تي كابتل تي سمول فأنني أضع نصب عيني أن هذا الفرد قد ينتج من اندماج جميع الذي يحول تي سمول تي كابتل من الأب والجميع الثاني اللي هو تي سمول من من الأم أو العكس يعني أنت بدك تفهم هذا البني آدم طرازه الجيني تي كابتل انت الآن بدك تحط احتمال ممكن هذا الطفل أخذ تي سمول من أمه وممكن أخذ تي سمول من أبو أو تي كابتل من أبو وممكن يا أستاذي أخذ تي كابتل من أمه وأخذ تي سمول من 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 أبو طيب نروح على الضرب حس قاعدة الضرب شباب أعطيناك إياها اللي هي هاي شباب إنه أنا عشان أطلّ احتمال الجاميت بروح بضرب الجاميت لحاله بالجاميت فبطلع معايا الاهتمال فبقولي هون لتحديد احتمال حدوث حدثين مستقلين فإنني أحسب إيش احتمال حدوث الحدث الأول ضرب احتمال حدوث الأحداث الثاني تمام يا أستاذي يعني أنا زي ما أعطيتك إياه الحدث الأول بضربه بالحدث الثاني فبطلع الاحتمال طيب تعالوا تطلعوا لع طريقة الكتاب هاي الطريقة اللي حطي لكم إياها في الكتاب بس أنا علمتكم وفهمتكم شباب بدون ما تطلع قصة الانصاص تقعد تضرب الانصاص هي صح أوكي ولكن طريق الأفضل أحط زي ما علمتك هون هاي بتروح طرازين جينيات بجاميتات بضربين بضع بطل احتمال أو إذا أنت بتحب تسوي زي طريقة الكتاب قل لك احتمال إنتاج فرض طراز الجيني تي كابتل تي كابتل لأبوين طرازه هما الجيني هيك بدال ما تسوي نصاص وتضرب بتقولي تي كابتل تي سمول إشارة التزاوج هيا تي كابتل تي سمول يلا نضرب الأول مع الثاني أو يلا نتعلم نطلع الجاميتات ها ولا تزاله التجيني تيئ بتقولي تي كابتل فاصلة تي سمول إشارة التزاوج تي كابتل فاصلة تيسموله هون بدك تستخدم طريق الكتاب انتحور تقولي ان هあの parliament وبنده احتمال خدم الانصف و أد��ه نقاي بضرب النقي مع الم kalriẫnة الرابعة أو تروح الطلع الأبناء printers وأدره بكل أول مع الثاني ما سيتطلع الشباب اضرب الثاني من الشرح يطلع الشباب راح يطلع عندي تي كابتل في كابتل فاصلة تي كبتل تي سمول فاصلة تي سمول فاصلة تي سمول واحد من مجموعة بدال ما تسوي انه نص ونص و تقعد تضرب واحدة العربعة اشتغلي شباب على هاي الطريقة وانسوا موضوع الطريقة الكتاب طيب تعالوا نيجي لهذا السؤال باختصار يلا هذا السؤال مع بعض تزوج رجل بفتاة هذول تزوجوا وكلاهما يحمل صفة القدرة على مين على ثني اللسان غير متماثل هايو قال لي شباب شو قال لي قال لي القدرة على ثني اللسان غير متماثل هيا دي كابتل دي سمول معناته الفتاة هايها تعطى الله راح تكون دي كابتل دي سمول والشاب او الرجل راح يكون كمان دي كابتل دي سمول في مشكلة طب من وين جبتني او السؤال هايو قال لي الرجل الفتاة الاثنين عندهم القدرة على ثني اللسان القدرة على ثني اللسان صفة سائدة تمام طيب ممتاز وقال لي الطراز الجيني قال لي غير متماثل جد احتمال انجاب ايش ايوه بده انثى طب السؤال لكم هسر انت قادر تميز هو سهو قال لي غير ناقي هسر في الابناء قادر تميز انه هذا ذكره انثى بده اياه غير قادر على ثني اللسان تعال نزاوج يلا بتقول لي هون دي كابتل فاصل دي سمول اشارة التزاوج دي كابتل فاصل دي سمول تمام طيب تعالي نطلع الابناء شباب يلا شو الابناء راح يطلعوا دي كابتل دي كابتل يلا مع بعض وعندي دي كابتل دي سمول وفاصل دي كابتل دي سمول ودي سمول دي سمول طيب تعطى الله هسه انا بدي انثى غير قادرة الغير قادرة مثلا قادرة على ثني اللسان لمزانها ايش دي كابتل وغير قادرة حسب السؤال انا ايش بنسوي له اللي هو دي سمول طيب انا قديش عندي واحدة غير قادرة على ثني لسان هيا قديش يا استاذ احتمالها الله يرضى عليكم احتمالها واحد اقديش واحد على اربع صح ولا لا طيب ممتاز هس السؤال القوي انت اميز انه هاي ذكروا الانثى شباب بالله عليكم اذا بدوا انثى وانت فيش اكس واي و اكس اكس اتميز انه يذكر انثى بروح بطلع الاحتمال بقول له واحد على اربع ضرب مين احتمال الذكر دايما قاعدة واحتمال الانثى نس ها انا طلبني انثى بروح بطلع عادة الاحتمال العام اللي هو الغير قادر وبضربه فين فنس فالاجابة الصحيحة رح تكون واحد عقدش على ثمانية خليك صحي بيجي طالب غشين بقول له ما احتمال انجاب انثى بيجي بطلعها والله عندي غير قادر هاي واحدة على الأربع بروح بجاوبة واحدة على الاربع والوزارة بتكون حاطلك واحدة على الاربع لكن بالله عليك بدك تكون داق إذا بده ذكر أو أنثى ضروري ذكروا الأنثى نضرب بمين بنص الاحتمال العام تمام يعني بطلع الاحتمال العام بضربه بنص فهمنا فكرة هذا السؤال طيب ومتاز يلا رو على سؤال الكتاب وفكرة الكتاب تعال طلعوا النفس الآلية كله بقولي هون أجرى باحث تجارب عديدة لدراسة تورث صفة من صفة للون الريش بين أفراد نوع معين من الحمام يعني لون الريش يا أخوان وكان الطراز الشكلي للون الريش لأفراد الحمام غير موشح أو موشح يعني بكون ملون وقد لخص الباحث إلى نتائج الآتية المبينة في الجدول استنتج الصفة السايدة والصفة المتنحية أكتب الطرز الجينية لأفراد الجيل أول مستخدما شباب الفكرة هون انه هذا الزلمة بيختصار ها بديش عقدك في اليهوم عقدك في الجدول وحط له القيم وقدش طلع معها بيهمنيش هذا الحكي كله انت المطالف فيه تعرف انه الموشح سايد شو سايد ورمز له ايه كابتل والغير موشح شو رمزه اللي هو متنحي وإيش يا أستاذي إيه سمول طيب هسا انت بدأ تطبق جيل أول وجيل ثاني تعليج على جدول اللي مسويه هسا جدول التزاوجات عديدة لتتبع وراثة صفة لون الريش في نوع الحمام طلع علي التجربة الأولى ايش قال لي قال لي موشح مع موشح طلع معها نسبة الموشح يعني طلعوا معا كلهم ستة وثلاثين ايش موشح ستة وثلاثين ايش ابن موشح يعني نسبة الظهور هون قديش مية بالمية معناته هذا هيتزاوجه شو يا إخوان تزاوجه باختصار بتقول لي انه هذا رح يكون ايه كابتل ايه كابتل سوينا له تزاوج مع ايه كابتل ايه كابتل جميع الأبناء شو طلعوا ايه كابتل ايه كابتل إذا نسبة الظهور قديش مية بالمية طلع معاي غير موشح معناته انا هاي صفة سائدة صعبة طيب ممتاز بقول لي لما نزاوج نبات موشح مع نبات غير موشح كمان ظهروا بنسبة مية بالمية في الجيل اول ايش موشح ما طلع عندي غير موشح طب كيف أستاذ تعال افهمه هون خلصنا هاي التجربة هاي بتقول لي زاوج الموشح معناته ايه كابتل ايه كابتل مع موشح غير نقي ايه كابتل ايه سمول تمام تمام يلا نزاوجهم ايه كابتل واحدة اشارة التزاوج ايه كابتل فاصلة ايه سمول اضرب مع الاول مع الثاني شو رح يطلع الابن رح يطلع ايه كابتل ايه كابتل فاصلة ايه كابتل ايه سمول طلع معاي ايه سمول ايه سمول هون لا فبقول لي انه هو فرض انه 38 مرة طلع معاه ايش غير موشح لما نزاوج موشح مع غير نقي هاي وفعليا نطلع معاه طيب لما نزاوج غير موشح مع غير موشح غير موشح معناته زوجها مع اسمول اي اسمول. طيب شو طلع معها اي اسمول اي اسمول. طلع معي غير موشح نسبة الظهور الغير موشح هي همية بالمية. تمام? اللي هو جميع النباتات. يعني هاي الارقام انت مش مطالب تحفظها. بس انه والله لما زوجتم انه كل الابناء طلعوا موشحين. كل الابناء طلعوا غير موشحين. كنسبة. هذا من عنده فرض. اذا هذول الارقام مش ضرورة تحفظها. طيب. تعالوا الروح على اللي بعده. تزوجات عديدة لتتبع وراثة لون في افراد الجيل الثاني. هذا التزوج ليش قال لي جيل اول? لانه دايما نسبة الظهور قديش قلنا لكم مية بالمية. طيب. عسا لما نزوج في الجيل الثاني قلت تالك. انه احد الصفات ممكن تكون غير نقية. تعالي حبيبي. طلع. لما نزوج بين نبات موشح. الف. مع غير موشح. ها. نبات موشح. الف. مع غير موشح. هايو. النبات الموشح الف. شو طلع عندي. هايو زي ما انتوا شايفين. اي كابتل اي كابتل. المعناته هالتجربة. هيا فوق. تعطي الله. هون بتقول لي موشح الف. اللي هو هاذا اللي نتج منه. قديش نتج عندي هايو. اي كابتل اي كابتل. يعني بتقول لي اي كابتل اي كابتل. بدي ازاوجه مع النبات غير موشح جيم. وين جيم? هاي جيم. شو طلع عندي انا? الغير موشح. اي سمول اي سمول. طيب. لما نزاوجه مع بعض. ها. اي سمول اي سمول. شو رح يطلع عندك? اي كابتل اي سمول. فطلع عندي بنسبة مية بالمية. ايش? اللي هو الموشح. افهمنا? خلصنا هاي التجربة طيب بيقول لي هون لمن الزاوج الموشح با وين الموشح با هايو شو النتج من الموشح با طلع معايف با شباب ابنين ها تمام غير موشح او الموشح با شو الموشح با طلع عندي اي كابتل اي شباب طلعش معانا يا شباب اي شباب اللي هو اي كابتل اي سمول تمام يا استاذي هاي زي ما انت شايف مع مين شباب ما الله يرضى عليكم اللي هو اي سمول اي سمول تمام فانا طلع عندي زي ما انتوا بتلاحظوا اللي هو طلع عندي نبات اللي هو الله يرضى عليكم خلينا نقول موشح ونبات ايش غير موشح تمام الروح عمين على التجربة التالتة بيقول لي نبات البال موشح مع نبات ايش نبات غير موشح مع نبات ايش غير موشح معناته رح يكون زي ما انتوا شايفين اي كابتل اي سمول اشارة التزاوج خلينا نقول اي سمول اي سمول نفس الالية رح يطلع عندي اي كابتل اي سمول مع اي سمول اي سمول تمام طيب ممتاز اذا هاي خلصنا طب هون نبات موشح الف مع الموشح با الف مع با اكيد هاي وين الف هاي الف شو طلع عندي يا استاذ اي كابتل اي كابتل وبا يا شباب شو طلع عندي يا استاذ اي كابتل اما اي كابتل اي كابتل او اي كابتل اي سمول فعندي اي كابتل اي كابتل مع مثلا اي كابتل اي سمول فرح يطلع عندي الموشح بنسبة 100% A capital A capital و A capital A small هون ما بدو نقي او غير نقي انا بطلع على الصفة السائدة تمام شباب طيب ممتاز تعالوا نروح هون يا استاذي هاي يوم جاوبين لي يومهم قال لي موشح غير موشح صفة سائدة متنحية فهي ما اعطيني انا في الاستنتاج الاول لما نزوجنا لو نريش الموشح بافراد الف متماثل الليلات مع اللي هو جيم زي ما انت بتلاحظ انه انا جيم كان A small A small هذا A small A small فطلع عندي A capital A small بنسبة 100% التجربة الثانية قلنا لك لما نزوجنا A small مع A small A small طلع عندي 50% 50% كذلك الامر لما ازوج هون غير نقي له A capital A capital مع A capital A small هاي اي تجربة اللي هو الموشح بافراد مع مين شباب مع اللي هو الموشح من حمام الناتش في التجربة مع الموشح الموجود عندي بنسبة 75% فراح يكون غير نقي ما غير نقي اللي هو بقصد شباب هون هذا الزلمة بابا اللي هو راح يكون شباب هاي A capital A small فراح يطلع عندي اربعة ابناء A capital A small و A capital A capital اللي هو حسب التجربة الموجودة عندنا فبتيجي بتقول لي هاي طلع معاي اربعة ابناء فالظهور طلع عندي الموشح 75% 25% واخر واحد طلعت عندي النسبة ايش 100% تمام شباب هاي و هو مزاوج في الجدول الموجود عندنا بالدوسية كل تزاوج ما بيهمني كثير شباب يعني هذا كي زي اساس خلينا نقول انه اذا زاوج نبات ريش يعني لا تنعجق من هاي التجربة والارقام هذول انت مش مطالب ايش تحفظهم هذول الارقام انه كنسبة انه طلع عندي 36 كلهم طلعوا 100% 38 كلهم طلعوا 100% بيهمني شرقة طيب بروعة اللي بعده شباب اللي بعده شباب نيجي لقواعد ونسب مهمة على قانون انعزال السفات طيب هاي الحصة طولة تخلينا الحصة القادمة ان شاء الله نبلش بقواعد ونسب مهمة على قانون من دي الاول ناخذ هاي النسب أنا ملخص لك يا مضبط لك يا ان شاء الله بالحصة القادمة رح اشرح هاي الاسئلة ورح نحل مع بعض شباب مين اللي هو السؤال اللي حط لك كل نهاية اشي او كل نهاية موضوع انا حاط لك اسئلة وزارية اجت بالامتحان مين اجت بالامتحان الوزاري شباب هذا رح يكون في كل نهاية موضوع من مواضيعنا زي ورقة عمل انت تمتحن نفسك فيها وتشوف الوزارة كيف جابت عمين على هذا الدرس تمام شباب هيك بنكون خلصنا هاي الحصة بتمنى لكم كل التوفيق وربي يعطيكم الف الف عافية